كابتن نورا الأول علاقتك بكرة القدم؟ أنا كنت لعبت بكرة القدم لعبت في 2008 بدايتي كانت في 2008 في نادي المؤسسة العملية وكنت أنا اللي عاملت الكرة في النادي أنت اللي أسستي الكرة أنا والمدرب اللي كان موجود وكنت أنا كابتن الفريق كويس كنت بلعب مركز فروت برضو؟ أه وجبتي جوان وحاجات كده كنت هدفت الفريق ماشا الله كويس لعبت لحد السنة اللي قبل اللي فاتت كله في المؤسسة العملية كله في 9 سنين في المؤسسة العملية 9 سنين في المؤسسة العملية أخذتوا بطلاق ساكابتن يعني كانت مركزنا مثلا ماشيين خمس الدوري ربع الدوري كويس واخدنا ثلاث كياس مصر كتبوا كفاءتكم لما بتكساموا مثلا لا ومكفاءت هي حاجات بسيطة يعني حتى المرتب كان ضعيف كام يعني يعني كان تقريبا 150 جنيه في الشهر بالمشروب بكل بس الدنيا اتزبطت يعني دلوقتي بس هو هم لغه بقى لما اتزبطت الدنيا لما دلوقتي في التحكم ما نسألك بقى زبطت بتكلمك لعيبة كوريا كويس روحتي بقى التحكم روحتي مع كابتن يارا نفس الدفع نفس الدفع كويس ايه بقى هي قالت لنا في اختبارات نظرية اختبارات العملية كانت عبارة عن ايه وعملتوها فين الاختبار البدني اعملنا في نادي الجيش اوكي في جهاز الرياضة اه في طرع الجيش في كمري اه ده كنا اقول لما بدنا كانت الاختبارات بتبقى عبارة عن 150 متر اه وخمسين متر راحة ام مئة وخمسين متر تاني يعني اللفة فقلبها 250 ام عشر لفات ام وقبل بانها اه 6 ف 40 متر فطبعا في ازمنا محددة اه اه ازمنا اللي هو 6 ف 40 تقريبا اه كويس 6 ف 40 ام والحمد لله احنا اكتزنا الاختبارات وابقنا حكام دي كانت لأول مرة اه والحمد لله انتو اول دفعة حكام لا اه في قابليكم في محكمات كتير في محكمات بس كله بيحكم في كرة قدم النسائية لا واحنا حكمنا في درجة تانية لا حكمنا في الناشئين اه الولاد اه السنة اللي فاتت برضو كانت كابتن يارا معايا كنت انا احكم السحة كان في مطشق قسم تاني رجال قسم تاني اه رجال انت كنت حكم السحة والكابتن يارا كنت مساعد كنت مساعد اه جمهورة شبين وابو سقل اه في ملعب جمهورة شبين في ملعب جمهورة شبين كان فيه جمهور اهو كان فيه جمهور بس هو مطشت لغة اه قولنا بقى اتلغ لي احكمنا اتلغ لي اه